أصدقائي بهذا الفيديو رح نتعرف على تحديث سيء جدا جدا من اليوتيوب من وجهة نظري هذا التحديث رح يتسبب أو ممكن يعني ما رح أقول مية بالمية ما بنعرف اليوتيوب لوين متجهة بتحديثاتها ولكن هذا التحديث بصراحة ما عجبني بالرغم من أنه رح يعجب المشاهد التحديث سابقا حكينا عنه من قبل أنه نحن لما منتنقل بقسم خلاصة رح يظهر لي الفيديوهات بتشتغل تلقائيا بدون ما أدخل على الفيديو وبدون ما شاهد إعلان فهذا الشي رح يضر منشأ المحتوى من ناحية أنه ما رح يظهر إعلان للمشاهد لما بيتنقل هيك بهذا الشكل تمام ولكن هذا الشي ما له جديد هذا الشي صر له أشهر ولكن الشي الجديد أنه لما منبحث عن أي شي على يوتيوب رح يظهر لي النتائج البحث فهون الشي الجديد أنه المشاهد لما بيبحث عن شي فبنتائج البحث مثل ما لكم شايفيني بيظهر له الفيديو بشغله تلقائيا بدون ما أنه يدخل على الفيديو تمام هو رح يظهر له بهذا الشكل رح يظهر له الفيديو مكتوم بهذا الشكل الصوت تبعه فهو بيشغل الصوت وبتفرج على الفيديو من برع ما في داعي يدخل على الفيديو من جوة وبالتالي ما رح يظهر له إعلان وبالتالي منشأ المحتوى رح ينضر تماما أصدقائي هذا هو التحديث نتمنى أن اليوتيوب يتطور فيه لهذا التحديث وتضيف إعلانات يعني تظهر برا على الخلاصة أو على القسم الخلاصة فهذا كان شرحنا لليوم إن شاء الله يكون عجبكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الكل حتى يوصلكم كل جديد كان معكم أخوكم نادر الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته